مزرعة الصقور في محافظة الديوانية أرض قاحلة غير صالحة للزراعة بسبب كثافة الأملاح فيها استفشرت خيرا بزراعتها للنخيل بعد أن خضعت لبرنامج تسميدي متكامل من شركة خير الجود للتكنولوجيا الزراعة والصناعة الحديثة الذي عاد لها الحياة باستصلاح تربتها هذه المزرعة قدنا زيارتنا إلها وجدنا أنه تعاني من نسبة أملاح خاصة تربتها نسبة أملاح جدا عالية ما معروفة من عرفة أنها صبخ وهذا صبخ من أسوأ أنواع الأملاح الذي يتأثر سلبا على إنتاجية النخلة بشكل عام حقيقة صاحب المزرعة المتمثلة بالحاجب ومعتز الصقري زيان استقبل الإرشادات وبرنامج تسميت شركة خير الجود تكنولوجيا الزراعة الحديثة أربعة آلاف نخلة من الأصناف التجارية المميزة ذات السلالات العراقية والعربية ورست على مساحة ماءة دونام نجحت زراعتها بعد تقديم الاستشارة والمتابعة من قبل خبراء شركة خير الجود للمزارعين في تلك الأرض الحقيقة شركة الجود هذا الصرح الممتاز للأمانة نقول هذا فد نقلة بعالم الأسمدة تمكنت أن تقدمنا أسمدة بمواصفات عالية وبأسعار مناسبة أنصح المزارعين الاعتماد على إنتاج هذه الشركة كون أن الشركة إنتاجها أولا بمواصفات عالية وممتازة والشيء الثاني أنه الأسعار مناسبة بحسب ما قاله المزارعون إن شركة خير الجود أحد المشاريع الصناعية المهمة التابعة للعتبة العباسية المقدسة تعمل على تقديم منتجات في المجال الزراعي ذات كفاءة عالية وبأسعار مدعومة تعود بالفائدة على الفلاحين من خلال توفير أسمدة ومبيدات تستصلح بها الأراضي وتغني النباتات وتقويها دون المساس بجودتها اشتركوا في القناة